مراية من صنع الشباب السوريين عم يورجونها من خلال أفكارهم وإبداعاتهم وصور من الواقع السوري هنتعرف اليوم على فريق مراية واقع عن خطواتهم وين وصلوا اليوم بمشروعهم للفني تحديدا إذا ما نقول الأعمال الفنية اللي عم يهتموا فيها خلينا نرحب بمؤسس الفريق كمال سلال وأكيد مؤديرة العلاقات العامة رغد درويش أهلا وسهلا فيكم مرحبا سيد خليلي إياك بالبداية يا أستاذ كمال إذا ما نروح لموضوع اختيار اسم الفريق اليوم هذا الاسم المميز نوعا ما خلينا نروح لسبب الاختيار بالبداية الواقع نحن بحاجة لحتى يكون عندنا مراية عكسه بكل أطيافه بكل طبقاته بكل مشكلاته اخترت الاسم مراية واقع لحتى نلقل الواقع كما هو بدون أدوات تجميل بطرف حيادي رمادي مجرد تماما عن الميل لأي طرف بالواقع أو لأي مشكلة عم تكون صادرة عندنا به المجتمع تماما رغد كيف خلقت الفكرة وكيف بلش المشروع بداية أنا التقيت مع كمال بورشة تدريبية أعلامية وحكيت خلال الورشة أنه أنا عندي ميول للتمثيل وأنا متخرجة أعلام فدخلت بالمشروع تمثيل لكتابة وعلاقات عامة تماما مثل ما استقطبت رغد كنت استغلت كل مكان موجود فيه لحتى استلهم من هذا المكان الموارد البشرية اللي مجروعي بحاجته كان عندي انتقائية معينة يعني مثل ما فينا نقول عم من غربي لحتى نقدم كواليتي كتير عالية لحتى تظهر مراية واقع بأبهى صورة تمام إذا بدي رحوا اليوم لأقسام وعدد الفريق اليوم الأقسام اللي عم تهتموا فيها الأقسام الموجودة بالفريق نعددها ونذكر عدد حاليا الأقسام الفعالي عنا اللي بلشتشغل قسم التمثيل قسم الغناء قسم الآلام قسم الكتابة قسم الرؤية الأقسام اللي حنفعلها إن شاء الله بعد العيد حيكون عنا قسم الرسم وقسم الرقص الإيمائي المسرحي لعدد حوالي 35 متطوع رغد يعني عدد مؤليل 35 شخص وأقسام متعددة كيف عم تنظم العمل بين الفريق فيه لكل قسم مشرف فيه مثلا قسم التمثيل المشرف غدير درويش قسم الإعلام المشرفة جومان مرداس قسم الغناء المشرف ماهر عباس ولكل قسم العلاقات أنا المشرفة نتواصل من خلال هذه الأقسام مع كمال ناسيق بناته تماما اليوم أي فريق في شريحة معينة بالمجتمع بيستهدفها اليوم شو شريحة الجمهورية اللي عم تستهدفها من خلال هذا الفريق بصراحة تركيزنا كلها تعالى الشباب اللي من أعمارنا اللي هنه أكتر فئة عم تعاني بالمجتمع السوري سواء جامعيا بدراستهم اقتصاديا بسبب الوضع الصعب اللي صار حلم الشاب السوري يتزوج مشاكل حوى بالمجتمع بصعوباته بالعمل لهيك حاولنا نستقطع فئة الشباب بالأعمار بين الـ 18 والـ 30 تمام رغد عم تهتموا بمجالات متعددة مثل ما حكى كمال هلأ حابين نتعرف على أهم نشاطاتكم وفعاليات الفريق الأهم النشاطات لحد الآن كان عنا سكيتش اسمه الشام خنقتني حكينا عن الحالة اللي بعيشها الشعب السوري بشكل عام العمل الثاني كان هو فيلم اسمه ضوضاء حكينا فيه عن آخر حادثة انتشرت بهالفترة واللي هي الانتحار وعطينا بنهاية الفيلم نقطة بيدة واللي هي انه ما في داعي يخاف الإنسان من الحياة أو من الموت العمل الثالث كان مختلف واللي هو سكيتش سجن الحب كان أشبه بالتمثيلية يعني كان عم يحكي عن حالة الخزلان والخياني اللي بعيشها الطرفين فبصير عنده النفور من أي شخص انه كانت علاقة حب بيناتهم بصراحة تعقيبا على حكي رغد عم بصير عنا تخوف بطرح الأفكار يعني عم يكون جريء لما عم بكتب السيناريو وقات عم بيكون عنا ورشات بكتابة السيناريو يعني لما طرحت موضوع الشام خنقتني كنت خايف من العالم أنه وين الشام خنقتنا نحن قصدنا الحالة اللي وصلها الشاب السوري وضوضاء حادثة انتحار حادثة سلبية جدا نحن طرحنا المشكلة حاولنا نعالجها بسبب للبقاء مثل ما ذكرت رغد بالأخير تماما في عملين لسا وحاليا لسا في عملين عم بتحضروا حيصدروا قريبا وهم وعمل اسمه مخاطرات تماما بالنسبة لموضوع تنسيق الأعمال بالفريق اليوم كيف عم بيتم هذه الألية وكيف عم تكون هذه الألية بيننات بعضكم بصراحة نحن عنا فريق تنظيم يعني هو فيك تقول قسم مصغر عم بيتم التواصل بين الأقصام من خلاله وكمان إشراف غدير درويش اللي فيني يقول عنه جوكر الفرقة عنا حدا كتير مبدع عم بيكون بكذا مجال هو عم بيتم التنسيق بيني وبينه وعم بيتم التواصل هو مع باقي مشرفي الأقصام تماما رغد هلأ عم يكون التركيز على مجال الأفلام القصيرة من خلالها عم توصلوا صوتكم وشي اللي أنتو بدكن يا للجمهور المستهدى فلأ بالنسبة للتحضيرات من ناحية نص وتدريب وتصوير كيف عم بيتم العمل لأ كبداية كان مستلم كمال الكتابة السيناريو بعدين توسع صرنا المستلمين وثلاثة أنا وغدير وكمال يعني مثل ورشة كتابة والتمثيل يعني كل فترة من غير الكادر التمثيلي التصوير كمان على قد الإمكانيات طبعنا يعني نحن حاجة لتمويل بالانتقال من الحديث عن الأفلام القصيرة رح ننتقل لموضوع الرسم ومجال الرسم شو اشتغلنا اليوم في شو الإنجازات نحن حاليا بمجال الرسم عم نشتغل على نطاق ضيق لحتى فعل القسم رسميا بعد العيد بمعرض نظامي حاليا عم نستخدم لوحات تخدم الأفكار الدرامية بالأفلام القصيرة يعني حاليا عنا فيلم اسمه مخاطرات ما حأسكر عن شو فكرته كان عنا رسمة عم تخدم هذا المشروع كنا عم نذكر فكرة عن صراع الذات أدبيا بكتابة الخواطر تبعي فرسمنا رسمة رسم صبية اسمها ميساء كانت معانا بالفريق بتخدم هذا المنحة تمام كمان لدراستكم هي بمجال الإعلام والعمل الإعلامي هو أساسي بأي مجال بالحياة من باب الترويج والتسويق كيف عم تشتغلوا على نشاطاتكم بمجال الإعلام؟ حاليا نحن عم نستغل منصات السوشيل ميديا اللي عم نعرض عليها أعمالنا مبدئيا بدأنا بقناة يوتيوب وبيج وقروب على الفيسبوك البيج مراية واقع وفيه شيء تابع لأنه اسمه رقصة حبر أخذت العنوان كرمال الكتابة اللي عم ينبع منا كل مشاريعنا وحاليا قريبا حنفعل موقع عنا على جوجل وقناة تليجرام وبيج على الإنستجرام وكمان من خلال الفرص اللي عم تمنحون إياها مثل لقاءنا معاكم اليوم ولقاءات تانية إن شاء الله موعودين فيها وفي مجال الإعلام لدينا برنامجين قريبا حينطلقوا قيد الإعداد حاليا تماما إذا بدي روح رغد لموضوع الجهات اللي عم تقدم لكم الدعم يعني هاي الأعمال بحاجة لدعم اليوم مع مين عم تتعاون؟ وشي جهات اللي عم تتعاون؟ حاليا كل الأعمال اللي عملناها هي كانت عبارة عن تمويل من كمال يعني تمويل من خلال قدراتنا نحن بس تواصلنا مع جهات لحد الآن للسناطرين خبر منهم ومن خلال هذا اللقاء إن شاء الله يوصل صوتنا لحده يقدر يتمنى هذا المشيط تماما أكيد بدنا نتمنى لأي جهة عم تسمعنا وقادرة تدعم هي المشاريع الشبابية اللي عم تعطي الصورة الحلوة لهذه البلد يتواصلوا معكم لكن آلية التواصل كمال سواء من كتواصل الجهات الخارجية أو تطوع ضمن الفريق كيف عم تكون؟ حاليا عم يكون التواصل من خلال موقعنا على الفيسبوك جروب مرايت واقع وبيجر رقصة حبر على المسنجر على الردود على الخاص أو على أرقامي الخاصة لمخصصة لمرأيت واقع موجودة هي على صفحاتها؟ أكيد كلاته موجودة ومتوفرة تماما وابد انتقل عندك رغة أدلا لنحكي عن المشاريع المستقبلية اللي عم تحضروا لها بهذه الفترة تماما حاليا عم نشتغل على سلسلة درامية مجموعة حلقات عبارة عن 30 حلقة هتكون مختلفة عن الشي اللي قدمنا واللي هي هتكون كوميدية عبارة عن قبلات سواء شب وبنت أو بنتين كمان هنحكي هنساوي عمل جديد هو عبارة عن خاطرة أدبية وحفلة غنائية تماما كمال هاي الأعمال الدرامية اللي عم تشتغلوا سواء من ناحية النص ومن ناحية تنفيذها على أرض الواقع دايما في عنا شي اسمه المعالجة لدرامية ممكن نراعي نحنا جوانب نفسية ممكن فكرة بالنص تمرو هي تعمل أذية نفسية لشخص ما بالمجتمع عم تراعوا هاي النقاط أكيد أنا لما عم بشتغل على السيناريو عم بيكون عنا تكوين نفسي واجتماعي للشخصية قبل ما نفوت بموضوع السيناريو والحوار يعني برسم الشخصيات على الورق بحاول إحبوا كل خيوط مع بعضها وبراعي الجوانب اللي قلت يا عنا تماما وآخر شي بس يخلص النص برجع بعمل يعني فينا نقول رقابة على النص مشان هاي الموضوع اللي حكيت يا عنا تماما اليوم بدي روح كمان لسؤال يعني أغلب الفرق التطوعية بتواجه مشاكل بتواجه عقبات اليوم شو العقبات اللي واجهتوها بالفريق بشكل عام عاليا نحنا كانت بروفاتنا بكلية الهمك كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية انتقلنا من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية لكلية الإعلام بمدرجات كلية الإعلام قريبا حتصير بروفاتنا بمسارح عم نتواصل مع مديرية المسارح والموسيقى مشاكل الحمد لله بفضل الله اللي هلأ ما واجهنا شي بس موضوع الدعم يعني هنا عم بدعم المشروع بقدراتي المتوفرة بصراحة ناطرين دعم مادي لحتى نوسع الشغل نطرح أفكارنا كما يجب أن تطرح بكواليتي عالي جدا تمام رغت غير الناحية المادية وتمويل والجهات اللي انتو بحاجة للا تكون ماكن الفريق برأيك كونك مديرة العلاقات العامة شو بحاجة من الناحية النفسية أو خليني أقول من الناحية المادية الموجودة كوادر مثلا إذا أجينا على قسم التمثيل فنحن بحاجة لما كان نتدرب فيه سواء كان مركز ثقافي أو أي مكان مسرح يخرج تماما لأنه نحن لما نتدرب فيه مدرج بيكون تدريب مختلف يعني لما تدرب في المركز كمال بالختام حابينك من خلال شاشتنا إذا بتحبوا توجهوا أي شيء للفريق المتطوع معكم أو للجهات الممكن تكون راعية مستقبلا أو حتى للجمهوري اللي انتو عم توصلوا لرسالة صراحة بدايتا بوجه شكري للكون على الفرصة اللي منحتونا إياها صار صوتنا مسموع بفضلكون بالنسبة لكواكب مراية واقع تشوفون 35 كوكب كل كوكب بتميز بلون إبداعي خالص سواء عم نكون مجرة إبداع أسمى مراية واقع بقول لجمهورنا الشباب السوري الشباب العربي نحن بمرأة واقع طموحنا والسمى جيران وعد لنظل فكرة ما تموت تتمدد تتجذر بالأرض لحتى تسمر شيء انتو تتغنوا فيه ويريحكن إذا الله رات كمان بدنا ننتقل عندك رغا تشوف توجهي اليوم رسالة للجمهور والكل المتابعين لا بحب وجه رسالة بالبداية لأعضاء الفريق إنه إن شاء الله إيدينا سواء منقدر نوصل الرسالة اللي نحن حابين نوصلها ونوصلها المكان اللي نحن حابين نوصله ومن خلال هذا المكان نقدر نقدم لجمهور الشيء اللي هو بحبه نعكس الواقع بطريقة وبصورة ممتعة الشكر الأكبر لقناة العالم سوريا اللي منحتنا هالفرصة أول صهور تلفزيوني لألنا لمرأة واقع وإن شاء الله يا رب بالمستقبل القريب تنعاد هالتجربة بأعمال أكبر لألنا شكراً كتير على هالفرصة الحرورة